نحن نتوقع تماماً حصول تغيير في السنوات الخمس المقبلة، أكبر مما حصل في السنين العشرين الماضية. ملخص كتاب ماذا يخبئ المستقبل؟ تاريخ المستقبل تأليف روبرت بالدوك بصوت بدر الآغة الكثيرون منا بدأوا حياتهم العملية قبل أن يعرفوا الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر الشخصي. منذ ذلك الوقت حدثت الكثير من التطورات في ميدان العمل، والتي ربما لم تحدث في أي فترة تاريخية سابقة. وذلك ما تطلب منا جميعاً أن نتعلم مهارات جديدة، ونتخلى عن أخرى لمواكبة هذا التسارع غير المسبوق في التطور التكنولوجي والمعرفي. يشمل هذا التغير كل الصناعات بلا استثناء، ولذلك على كل شركة مهما كان حجمها أن تدرك ما يحدث حولها، وأن تبدأ في تكوين صورة واضحة ومخطة دقيق لما يمكن أن ينتظرها في المستقبل. سيقدم هذا الكتاب عدداً من السيناريوهات للتغيرات المحتملة للسوق، وطروق التعامل معها، وأفضل الوسائل والأدوات للنجاح في تخطي العقبات المتوقعة واستغلال الفرص الممكنة. دعونا إذن نبحر في المستقبل، لنتعرف على كل ما يمكن أن يستجد على سوق العمل. الفصل الأول ساهمت التكنولوجيا في الوصول السريع للمستهلك وتقديم المنتج وفقاً لرغبته الشخصية. قبل أن نبدأ بتصور المستقبل، علينا أولاً أن نفهم ما يحدث في الحاضر. هناك عشرة تحولات رئيسة حدثت في السوق، وهي أولاً، انتشار مفهوم البيع بالتجزئة، خاصة عند الشركات الكبرى. مثلاً، في المملكة المتحدة، أصبح بإمكانك شراء الوقود التابع إلى شركة فيرجين من السوبرماركت بدلاً من الاقتصار على محطات الوقود. وثانياً، أدى هذا التمدد في السوق إلى خلق تحدي للشركات بضرورة إيجاد وسائل جديدة للابتكار وتقديم قيمة أكبر للمستهلك. وثالثاً، ساهم استغلال التكنولوجيا في إزالة حواجز الزمان والمكان بين الشركة والمستهلك، الذي أصبح قادراً على الوصول إلى منتجات الشركة عن طريق الإنترنت. ورابعاً، ساعدت التكنولوجيا الشركات على الاقتراب من العميل من خلال وسيلتين، وهما معرفة الكثير عن خلفية المستهلك، والتخلص من الوسطاء قدر الإمكان. خامساً، أدت كل العوامل السابقة إلى نشوء ظاهرة تفكك الشركات المتكتلة معاً، لتتخلص من إداراتها المركزية السابقة. ثم نشوء اندماجات جديدة بين الشركات بإدارات مستقلة ومتعاونة، مما ساهم في زيادة المرونة وتسريع اتخاذ القرار والتعامل مع المشكلات. سادساً، تشكيل تحالفات استراتيجية. فالشركات الذكية فهمت الأمر باكراً، وحرصت على توسيع دائرة الاستثمار مع الشركات القوية الأخرى. وسابعاً، شجع ذلك الشركات لإعطاء شركات أخرى جزءاً من الخدمات التي تقدمها للزبائن، كي تتفرغ الشركة لتطوير وتحسين منتجها الرئيس. وثامناً، توسع العولمة ووصول الشركات إلى أسواق جديدة وموردين من كل أنحاء العالم. وتاسعاً، أصبح من السهل على القادمين الجدد أن يقفزوا إلى السوق ويمتلكوا حصة فيه. وعاشراً، بات بالإمكان تصنيع شيء ما أو تعديله وفقاً للمتطلبات الفردية للمستهلك. إذ تقدم شركة ليفيشتراوس، أكبر صانع جينز في العالم، خدمة الجينز المصنوع حسب الطلب، وفي وقت قياسي عن طريق روبوت آلي. والآن، لنتعرف على الأسباب الحقيقية لهذا التحول الجذري في السوق. الفصل الثاني السبب الرئيسي الذي أدى لتحول الصناعة هو التغير الحاصل في المستهلك والسوق والمنتجين. هناك ثلاثة أسباب رئيسة تقف وراء هذه التحولات الكبيرة في السوق، وهي تتعلق بالمستهلك والسوق والمنتجين. أما الأولى، فهي التغير في طبيعة المنتج وسلوك المستهلكين. اذ تصاعدت القوة الشرائية للأفراد منذ الحرب العالمية الثانية بشكل ملحوظ، وتنامى دور الإعلام من حيث التسويق لمختلف المنتجات. وسرعان ما فقدت المنتجات القديمة قيمتها السوقية، وكذلك التغيرات التي حدثت في شخصية الفرد في المجتمع من حيث زيادة ساعات التسويق والذوق العام، وتنامى الرغبة الشرائية، وغيرها. أما السبب الثاني، فهو التغيرات في الأسواق. فالمستهلك أصبح مدللاً مع كثرة الخيارات المعروضة أمامه. إضافة إلى أن الشركات التي تتمتع بأفضلية تنافسية مع سواها، لا تتطلب الكثير من الوقت من أجل إنتاج كميات هائلة من المنتجات. والسبب الثالث والأخير، فهو تغير المنتجين أنفسهم. وذلك عائد إلى التطورات السريعة التي حدثت في تكنولوجيا المعلومات، مثل رعاية سباق سيارات الفورميلا ون لعلامة السجائر التجارية مالبورو. فعندما يرى المشاهد اسم العلامة على سيارة مسرعة، سيربطها بالإثارة والحماس، وهو ما يخدم الجانب التسويقي بالطبع. اقتباس إن صناعة الخدمات تنتقل جيداً بصورة خاصة، لأنها لا تحتاج إلى رأس مال ضخم. الفصل الثالث وضع المخططات المستقبلية وسيناريوهات العمل المتوقعة من أهم أدوات النجاح. تعد القدرة على التخطيط للمستقبل، ووضع السيناريوهات التي من شأنها استباق القادم، أداة هامة لمساعدة الشركات والأفراد في عالم المال والأعمال. ولقد أصبح هذا الأسلوب الجديد، هو النسخة البديلة للطريقة القديمة، التي كانت تنطوي على البحث عن التقدير الاستقرائي المستند إلى تجربة الماضي. وأما الشكل الجديد، فهو عملية متصلة تسمح للمشروعات بالتحرك قدماً نحو الأمام. وهناك منظمات مختصة بوضع السيناريوهات المستقبلية. أبرزها وأشهرها منظمة خطة شبكة الأعمال العالمية Global Business Network GBN. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد استعانت بهذه الشركة لإعداد سيناريوهات محتملة تتعلق بالأمن القومي. في الحقيقة، يجب أن تستمد سيناريوهات السوق على قصص ممكنة الحدوث تعتمد على وجود عاملين. هما طريقة جذب الزبائن، وطريقة التخلص من المخاوف الممكنة، إذا لم ينجح المنتجون في مسايرة التطور والابتكار. وتقاس جدوى السيناريو من عدمها، تبعاً لمجموعة من المؤشرات، كتوقع تسلسل الأحداث في أي مرحلة والتعامل معها. وطريقة إشباع حاجات المستهلكين عبر ضبط عوامل تصميم المنتج والسعر والتغذية الراجعة. وما إذا كان سيقدم العميل على الشراء من جديد، وسبل الدعاية والإعلان الصحيحة. سنتعرف في الفصول الآتية على أكثر خمسة سيناريوهات يمكنها أن تغير السوق وفق دراستنا للماضي والحاضر. الفصل الرابع ازدادت شراسة المنافسة بين الشركات بظهور المستهلك الفاعل الذي يعرف قيمته وما يحتاج إليه. السيناريو الأول هو مطاردة الشمس. أنتجت التفاعلات الكثيرة في السوق الحديث ما يطلق عليه اسم المستهلك الفاعل، الذي يبادر إلى التعبير عن حاجاته ورغباته للشركات الكبرى من أجل توفيرها له. إذ أدرك المستهلك الحالي بفضل تكنولوجيا المعلومات بأنه لم يعد ملزماً بالمعايير التي تقدمها الشركات له، فأصبح على اطلاع بوجود عدد كبير من الشركات والموزعين الجاهزين لرفع المعايير بما يناسب احتياجاته. وهو ما أدى إلى ازدهار الاقتصاد العالمي وتنوع الأسواق الناشئة التي حرصت على توفير البيانات الضرورية للعميل. وكل ذلك حدث ويحدث في إطار فضفاض من العولمة، والمتمعن في الأحداث سيلحظ أن أصحاب الكفاءة في الصناعة باتوا هم من يقودون الملفات الاقتصادية للمؤسسات والشركات الكبرى نتيجة لظهور المستهلك الفاعل. ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة فورد الشهيرة لصناعة السيارات، ومصرف باركليز ذو الفروع المتعددة، وكلاهما يعمل على مدار 24 ساعة لمواكبة التسارع الكبير الذي يعيشه المستهلك في عصر السرعة. كما أن التنظيم الدقيق بين مختلف الفروع في أماكن متباعدة وجداول زمنية مختلفة زاد من أرباح المؤسسات وقيمتها في السوق. ونتيجة لذلك فإن نهاية القرن الماضي أفرزت تطورات هي إشارات إنذار مبكرة لما يمكن أن يحدث في المستقبل. بدأت بتزايد كبير في عدد المنتسبين الجدد إلى الصناعات، وصولاً إلى النمو في عدد التحالفات قصيرة المدى بين الشركات. ولكن ذلك سيقود إلى هيمنة الشركات الكبرى على السوق كما سنرى لاحقاً. اقتباس ستحصل على أجوبة جيدة فقط إذا استطعت أن تجذب المجموعة الصحيحة من الناس للوصول إلى المعلومات الصحيحة. الفصل الخامس نجحت الشركات الكبرى في الهيمنة على السوق بسبب هيمنتها على الحكومات المحلية. السيناريو الثاني هو ظهور كيريتسو. من الأمثلة على هيمنة الشركات الكبرى والتي تستخدم سيناريوهات المستقبل للسيطرة على السوق، هي شركات كيريتسو العملاقة في اليابان. وهي عبارة عن مجموعة من الشركات التي سعت إلى الوقوف أمام الشركات الأجنبية، وخاصة الأمريكية التي حاولت الاستحواذ على سوقها في آسيا. وتختص هذه الشركة في إنتاج منتجات ومواد مفصلة بالتمام على مقاس فئات معينة من المستهلكين. وتحرص كيريتسو على توفير شبكة متخصصة من الموردين قادرين على التواصل مع العملاء ومعرفة ما يحتاجونه بالضبط، وتهدف الشركة إلى الاحتفاظ بمقاييس النخبة بين الشركات في العالم، وإبقاء المستهلك راضياً على الدوام. السيناريو الثالث هو قمة النجاح، إذ تشترك الشركات العملاقة في العديد من الصفات العملية، فجميعها يتحكم في سلاسل القيمة المضافة إلى السلع، وهي الطريقة التي تضغط بها الشركات الكبيرة على الحكومات المحلية لتخفيض الضريبة، ولسن قوانين تسمح لها باحتكار السلع دون غيرها، وبالتالي تحصل هذه الشركات على قيم أعلى من غيرها، تعزز من علامتها التجارية في السوق. والمتابع لعدد من الشركات الكبرى المعروفة اليوم، سيلحظ كيف أن الكثير منها اتبع سياسات جديدة، أبرزها تغيير اسم العلامة التجارية بما يتلاءم مع روح العصر، وعرض تشكيلة متنوعة من البضائع والخدمات التي تلبي حاجة المستهلك قدر الإمكان، بالإضافة إلى إنفاق الأموال على البحث والتنمية من أجل اكتشاف أنظمة وأسس جديدة، تسهم في خفض التكاليف بما يضمن تضاعف الإيرادات الإجمالية. الفصل السادس تحرص الشركات الكبرى على عقد تحالفات فيما بينها لضمان مصالحها المشتركة. ظهر السيناريو الرابع وهو تحالف المتفوقين منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ويعرف على أنه السيناريو الذي تعتمد فيه الشركات على خبرائها، بالإضافة إلى تواصلها مع خبراء من شركات أخرى لتتكامل كل مقومات الإنتاج معاً، وذلك للوصول لأكبر قدر من الزبائن وبأعلى المعايير الممكنة للمنتج، مما غير من نمط الأعمال المعروف وطرق المنافسة القديمة، ومن أهم الأمثلة على شركات تطبق هذا السيناريو، شركة فورد التي تصنع منتجاتها اليوم لصالح شركة جنرال إلكتريك. السيناريو الخامس، سيناريو الصعق وهو يرصد حالة فريدة يتقاطع فيها الاقتصاد مع السياسة على نحو آخر، إذ يسيطر السياسيون في بعض الحكومات المتطرفة على القطاع الاقتصادي بحجة حماية مصالح الشعب، مما يؤدي إلى تراجع كفاءة الإنتاج، ثم خسارة ثقة المستهلك بقدرة السوق على الصمود وسط الفوضى السياسية الحالية. ونلاحظ ذلك في روسيا مثلاً، إذ يفضل المواطنون إنفاق الكثير من الأموال على تخزين السكر والطحين، بينما لا يتقبلون الإنفاق على الكماليات المختلفة، مثل السيارات وجليات الصحون. وقد عبر مخطط تسلسل الاحتياجات البشرية لعالم النفس أبرهام ماسلو عن أن أهم الحاجات التي يسعى الإنسان إلى سدها هي الأمن وضبط النفس. ولأن سيناريو الصعاق المنتشر في الدول المضطربة سياسياً، بدأ أيضاً يظهر في شتاء أنحاء العالم، إذ تلاشت الطبقة الوسطى في الكثير من الدول، وبدأ الفقر ينتشر، وأصبح الهم الأكبر للناس هو تأمين أهم حاجاتهم الخاصة بكل أشكال الأمن، كالأمن الغذائي وغيره، فإن الكماليات لم تعد تستهوي الأغلبية في مثل هذه الأوضاع. عندما نفحص نتيجة هذا السيناريو، نجد انخفاضاً كبيراً في المبيعات، لأننا في حالة أقرب لتكون حرباً بدلاً من كونها سوقاً. ولذلك، ستتجه شركات مثل فورد للسيارات لتبني قطاع جديد، وهو صناعة عربات النقل العسكرية. ولتضمن نجاح خطتها، ستتحد مع شركة ريثيون الخبيرة، والتي طورت أول صواريخ موجهة في القرن الماضي. ما زال عموم الناس قلقين جداً بشأن إيداعهم لأصولهم ومدخراتهم وتحويلها إلى وسائل إلكترونية. الفصل السابع على الشركات أن تستثمر الوقت المتاح لدراسة كل السيناريوهات الممكنة في المستقبل. من أفضل الطرق التي يمكنها أن تتيح للمدراء فرصة الاطلاع على السيناريوهات المستقبلية، هي لعبة ابتكرناها في مؤسسة أندرسن كونسولتينغ تسمى الوجهة زي. يمكن لعدد من المسؤولين في أي شركة ممارستها لبحث أمور المستقبل. تمثل هذه اللعبة تجربة فعالة، إذ تشمل عرض مشاهدة فيديو يعيش فيه المشاركون السيناريوهات الفردية التي ظهرت في هذا العرض، وكأنها حدثت بشكل حقيقي. وتهدف اللعبة إلى أن يؤمن الناس بأن ما لا يصدق يمكنه الحدوث. ابتكرت اللعبة لتقدم للناس فرصة لتخيل ما هي أفضل الوسائل لمعالجة المشكلات الممكنة الحدوث في المستقبل. وما هي النتائج التي ستنعكس على أعمالهم في أي سيناريو؟ فأهم شيء في عالمنا الحالي هو الوقت والقدرة على استثماره بالشكل الصحيح والمناسب لاتخاذ القرار بسرعة وفعالية. قال سيرج جيمس جولدسميث عندما ترى عربة فرقة الموسيقى تجري مسرعة، يكون قد فات الأوان للحاق بها. في الحقيقة لم يعد بإمكان الشركات في هذا الزمن أن تقنع زبائنها بأنها تحتاج إلى سنوات كي تدرس ما يناسبهم ويلبي كل احتياجاتهم المتغيرة. بات الأمر حاليا يحتاج لأن تكون مرنا وتستثمر في الحاضر لصناعة المستقبل. مع توظيف الكفاءات الخبيرة والقدرة على استباق الأحداث قبل وقوعها. فقرة بارزة من الكتاب إن رؤية معظم الشركات هي بطريقة ما غير واضحة. بالكاد من خلال أحكام مسبقة مسلم بها. على سبيل المثال، الصينيون لا يشربون الحليب. لذلك كيف لنا أن نبيعهم بوضة قشطة الحليب؟ آيس كريم، أو من خلال سنوات في محاولة استرضاء مدير تنفيذي متغطرس، فالشركة التي تريد لنفسها البقاء هي التي تدرك بأن رؤيتها غير واضحة، والتي تكون مستعدة لأن تحاول وتفعل شيئا ما بشأنها. تحول السوق الحالي بشكل كبير، فقد سهمت التكنولوجيا في الوصول السريع إلى المستهلك، وتقديم المنتج وفقاً لرغبته الشخصية. وذلك ما يحتاج وضع المخططات المستقبلية وسيناريوهات العمل المتوقعة، إذا ما أرادت شركات اليوم البقاء والمنافسة في المستقبل. إذ إن ظهور أشكال جديدة من المستهلكين كالمستهلك الفاعل أشعل شرارة المنافسة بين الشركات، مما قاد لأن تنشأ تحالفات حديثة الشكل بين الشركات الكبرى والحكومات. ساهمت في هيمنة الكبار على أغلب القطاعات، وتعد لعبة الوجهة زي من أفضل الطرق للتصدي لأي عقبة ممكنة في أنظمة العمل المستقبلية. ترجمة نانسي قنقر